تخيل هاتف ببطارية تشدلك 100 يوم في وضع الاستعداد بشحنة واحدة فقط يملك 500 ليد في الظهر كأنك تستخدم في مصباح ليس هذا فقط بل يتميز بعتاد محترم جدا يجعله من أفضل هواتف 2023 بدون مناسة هاتف ذكي فريد من نوعه لا يشبه أي هاتف آخر لأنه يملك مميزات مستحيل تحصلها في هاتف غير من هذه الشركة وهو الاني هرتز تاين هاتف عملاق جدا بإمكانياته وحجمه وتصميمه الفريد فإذا مهتم تعرف مميزاته وعيوبه وسعره بالدولار وسعره بالدينار الجزائري تابع هذا الفيديو السلام خوتي مرحبا بكم في فيديو جديد معكم السعيد إن شاء الله تكونوا كامل بخير كالعادة قبل ما نبدأ لايك للفيديو وإذا كنت شاهدني لأول مرة يشترك الآن فعال جرس التنبيه باش توصل كل الإشعارات والآن بلما نطولو نبدأ على بركة الله بداية شركة اني هرتز جديمة لكن مش معروفة فقط في الوطن العربي والسبب أنها لم تكن تسوق للبلدان العربية أما حاليا غيرت سياستها وبدأت في توسيع نطاقها حول أنحاء العالم أنا شخصيا أول مرة نجرب هاتف من هذه الشركة وهو الاني هرتز تانك نبلشوا بالتصميم كما تشوفوا الظهر لا يأتي بشكل مسطح كما أنه مزيج بين المعدن والمطاط وهذا بشي يقلل من الصدمات عند السقوط في أعلى الظهر عندك ثلاثة كاميرات وفلاش من نوع ليد متراسة بشكل أفقي بجانب هذه العدسات عندك ثقب خاص بالبرومتر وعندك أيضا مستشعرات حرارية وإذا تلاحظ هذا الثقب هو عبارة عن مايك لعزل الضوضاء أسفل العدسات عندك إطار باللون الأصفر عبارة عن وميذ سميه الشركة ضوء التخييم يحتوي 500 ليد رح نجربه قوة ضوء التخييم لاحق في الأسفل عندك هذا الجزء بارز عبارة عن كروشي للهاتف وهذه الثقوب هي مكبر صوت الهاتف فهو يأتي في ظهر الهاتف على عكس أغلب الهواتف التي تأتي في الأسف كما تلاحظوا في ثقب آخر هو عبارة عن ثقب التنفيذ عندك شعار الشركة تقريبا في منتصف الظهر كما تشوف في الجانب الأيمن عندك زر الطاقة مدمج مع مستشعر بصمة أدواء سريع ودقيق في نفس الوقت عندك أيضا أزرار رفع وخفض الصوت في الجانب الأيسر عندك زر رين عندك زر أحمر بارز وزر منخفض بنفس لون الإطار كلهما لاختصار أي تطبيق وكلاهما يعطوك ثلاثة خيارات يعني تقدر تختصر ثلاثة تطبيقات في كل زر في الأسفل عندك منفذ شحن طيب سي منفذ ثلاثة فاتر خمسة ميل للسماعات وعندك مايك للمكالمة في الأعلى عندك مكان شرح الاتصال واللي يدعم شريحتي ولا يدعم كارد ذكر خير عندك أيضا مستشعر IR للتحكم بالأجهزة الكربي الهاتف سميك جدا لا يقارن بسمك أي هاتف عاد وزنه أيضا مشتبعي بالمرة فويصل لخمسمية وستين كرام تقيل جدا مرهق للاستخدام بكل أمان يملك الهاتف جميع أنواع الحماية مقاوم للماء بمعمارية IP68 مقاوم للصدمات والسقوط بمعمارية IP69K مقاوم أيضا لأقصى درجات الحرارة والبرود باختصار هاتف صلب جدا كأنها تبابة مدرعة بكل متعني من كلم لا يتأثر لا بالعوامل الخارجية ولا بالعوامل الداخلي أنا شخصيا جربت عدة هواتف مدرعة لكن ليس كهذا الهاتف بالنسبة لشاشة الهاتف فهي تتميز بثقب في الجانب الأيصر من الهاتف حوافها الجانبية ممتازة مقارنة بهذا النوع من الهواتف عندك في الأعلى سماعة المكالمات وبجانب سماعة المكالمات عندك مستشعر الإضاءة والتقار حجم الشاشة عملاق 6.81 إنش من نوع IPS LCD بجودة Full HD Plus تديك هاتفة بيكسلات 397 بيكسل في الإنش تدعم وعدل 90 هرتس رح تديك ثلاثة جيدة في التمرير والتنقل بين التطبيقات ومش رح تتعاني صراحة من ناحية الثلاثة والأداء سريع كما أن ألوانها ممتازة فيتدعم 16 مليون لون ورح تستمتع مشاهدة أي محتوى ذات الجودة العالية لكن سطوع الشاشة تحت شعة الشمس ليس مثالي أي مش رح تتعاني تحت ضروف إضاءة قوية لكن أنا شخصيا كنت مفضل لو كان سطوحها أعلى على الأقل 600 نيتس لأنها حاليا 480 نيتس فقط ومع ذلك جودة الشاشة ممتازة جدا ورح تلاحظ هذا أول متجر البلاد فألوانها مشبعة دقة عالية وأداءها سريع جدا ورح تستمتع بهذه الشاشة بشكل عام الهاتف يأتي بسماعات مونو لكن رح تديك صوت قوي جدا ونقي في نفس الوقت ورح تستمتع بالجودة الصوتية صراحة مميزة بكل متاني من كلمة الهاتف يتميز بمعالج ميدياتيك الهيليو جي تسعين بدقة تصنيع 6 نانو متر وهو معالج متميز جدا رح يديك تجربة استخدام سلسة في جميع المهام اليومية سواء استخدام عادي أو استخدام مكث كما أن تجربة الألعاب ممتعة جدا تلعب باب جي كالف ديوتي وغيرها من الألعاب بسلاسة عالية جدا ورح تستمتع صراحة بتجربة ممتعة بكل أمن الأمر ينطبق على جميع الألعاب التقيلة فالنتيجة هذا قوي وممتاز في نفس الوقت كما أنك رح تودع درجات حالة الهاتف أثناء اللعب بسبب سمك الهاتف الكبير بشكل عام من أفضل وأقوى معالجات ميدياتيك لهذه السنة بدون مناسة الهاتف يتوفر بـ 8 جي جرام مع 256 جي جالك للتخزين يعمل بنظام أوندريد 12 خام أكيد رح يفتقد للعديد من المزايا الموجودة في هاتف أخرى لكن بالمقابل رح يديك أداء سلسة جدا وخفيف في نفس الوقت من ميزات الهاتف الرائعة أيضا عندك جودة الكاميرا فالرئيسية بدقة 108 ميجا بيكسل بفتحة 1.8 والثانية 20 ميجا بيكسل للتصوير الليلي عندك الثالثة 2 ميجا بيكسل للمائكرو تدعم تصوير الفيديو 2K بمعدل 30.60 إطار في الثانية والفول HD بمعدل 30.60 إطار في الثانية عندك عدسة أمامية 32 ميجا بيكسل بفتحة 2.0 تدعم تصوير الفيديو فول HD بمعدل 30.2 التصوير بالعادسة الرئيسية ممتاز فالصور جيدة من ناحية التفاصيل والحدة والألوان كما أنها تدديك تباين رائع في أغلب الظروف عندك أيضا ضوضاء منخفضة ودينامي كرين جيد جدا في أغلب الصور وهذه الصور في ظروف الإضاءة الجيد أما في ظروف الإضاءة الليلية فهي تقدم لك أيضا صور جيدة كألوان وتفاصيل وضوضاء تعتبر مقبولة لحد كبير بالنسبة لتصوير الفيديو فهي تعتبر من مقبولة إلى جيد كألوان وتفاصيل وأيضا دينامي كرينج بشكل عام التصوير بالعادسة الرئيسية مقبول جدا لحد كبير أما عادسة الماكرو فيتقدم لك صور متواضعة من ناحية التفاصيل لكن التصوير بالعادسة الليلية صراحة ممتع جدا فالصور مميزة كما أن تجربة الفيديو رائعة جدا وحقيقة أنا أول مرة نجرب هذا النوع من العادسات بهذه الجود بالنسبة للتصوير بالعادسة الأمامية فهي ممتازة جدا كألوان وتفاصيل مع دينامي كرينج جيد جدا في أغلب الصور حتى جودة الفيديو صراحة مميزة جدا بشكل عام أداء الكاميرات مبهر فعلا ورح تستمتع بتجربة هذه الكاميرات سواء التقاط صور أو فيديو أما أقوى ميزة في هذا الهاتف هي بطارية عملاقة جدا 22 ألف ميلي أمبير مرفقة بشاحن بقدرة 66 وات تشحن هذه البطارية 90% في ساعتين تقريبا وبعد ذلك نصحك تخبي الشاحن في مكان جيد بشترجع له بعد شهر تقريبا وتشحن هذا الهاتف مرة أخرى بطارية صراحة أداء خرافي خرافي جدا في الاستخدام العادي تكمل معك شهر تقريبا أو أكثر بكل أريحي وهذا بدون أي مبالغ في الاستخدام المكثف يعني تلعب أقوى الألعاب رح تكمل معك أسبوع بكل أريحية دون نفاذ البطارية ولما تخلي الهاتف في وضع الاستعداد وترجع بعد 100 يوم تلقى الهاتف ما زال مفتوح أيضا تقدر تستخدم هذه البطارية كبانك باور وتشحن بها أي هاتف أنا شخصيا أول مرة نجرب بطارية بهذا الحجم وهذا الأداء الخراب فالتجربة البطارية خيالية جدا ولا أعتقد أن فيه هاتف بهذه الجودة العالية من ناحية البطارية والآن نرجع لأداء المصباح الخلفي واللي يحتوي على 500 ليل تتحكم به عن طريق تطبيق خاص مثبت مسبقا مع الهاتف وهذا التطبيق يعطيك ثلاثة خيارات تحب تستخدم هذا المصباح بقوة الربع أو النصف أو تستخدمه كامل يعني أعلى إذا تقدر تخلي الإذاعة ثابتة أو سوس أو اكسبلوشن فلاش كما تشوفوا قوة المصباح صراحة رهيبة جدا تأخذ مساحة كبيرة من المكان لذلك هذا المصباح لأصحاب التخيم والخرجات وأصحاب الفاتفيد والملل مصباح بهذه القوة أكيد يلزمها طاقة مستمرة لهذا السبب عندك بطارية عملاقة 22 ألف مليون بير لذلك استخدم هذا المصباح دون القلق من نفذ البطارية فهذا الهاتف يملك ميزتان لن تجدها في أي هاتف آخر وهي البطارية والمصباح الخلف لكن حذاري توجه هذا المصباح للعين فهو مضر جدا حذاري 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 جدا الهاتف يدعم خاصية NFC يدعم استشعر IR للتحكم بالأجهزة الكربائية عن طريق تطبيق كامل متكامل مثبت في الهاتف يتحكم بأي جهاز إلكترون الهاتف غني بالتطبيقات المثبتة مسبقا فمع تطبيق التحكم بالأجهزة الكربائية عندك تطبيق الطول بوكس يحتوي على العديد من الميزات تستخدمها في مكان العمل من بينها تطبيق قياس المسافات تطبيق قياس معدل نبضات القلب تطبيق تطيح لك التصوير تحت الماء وعندك تطبيق التحكم بالمسبع الخلف والعديد من التطبيقات الرائعة والمفيدة جدا خصوصا إذا كنت متخصص في مجال الهندسة والبناء بالنسبة للسعر الهاتف حاليا 369 دولار أي في حدود 8 مليا جزيلي وهو سعر رائع جدا مقارنة بالمميزات القوية اللي قدمه فإذا تريد شراء الهاتف سأترك لك رابط الشراء في الوصف هاتف يستحق الشراء بكل جدارة فأول ميزاته الصلابة العالية كأنها دباب ثانيا شاشته سلسة جدا وألوانها مشبعة ورح تستمتع بالمشاهدة والفرج ثالثا يديك صوت قوي جدا ونقي في نفس الوقت رابعا معالج محترم جدا شغلك جميع التطبيقات والألعاب التقيلة بكل سلس خامسا كاميرات محترم جدا عندك سادسا بطارية عملاقة ألعب راح تكدون الخوف من نفاذ البطارية ليس لعدة ساعات بل تلعب حتى لعدة أيام سابعا مصبع خلفي يديك إنار قوي جدا وعندك تطبيق الطول بوكس اللي يحتوي عن العديد من التطبيقات الرأي عجد مميزات صراحة كثيرة جدا راح تكتشفها أنت بنفسك إذا اشتريت هذا الهاتف العملا لأن لو نتكلم على كل مميزات الهاتف راح تجاوز هذا الفيديو 30 دقيق اللعاب الوحيد اللي راح تواجهه هو أنه ثقيل جدا ومرهق بكل يمن لذلك هذا الهاتف مش مناسب تحطه في جيبك وتتنقل به في كل مكان لأنه صراحة دن تقيل جدا كان هذا كل ما لدينا حول هاتف الاني هيرتستينك في الأخير لايك للفيديو إذا كنت شاهدني لأول مرة أشترك الآن فعل شرس التنبيه باش توصل لك كل الإشعارات دمتم في رعاية الله وحب